شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى باندبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن دراسة تطوير منطقة حرة عامة في نطاق الأراضي المخصصة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية ينص الاتفاق على دراسة تطوير منطقة حرة على مساحة نحو 500 فدان حيث تضم الشركة موقعا جاذبا لتطوير البنية التحتية الصناعية تبلغ مساحته الكلية 1958 فدانا على طول طريق القاهرة العين السخنة هذا وسيتم تطوير المشروع كمنطقة حرة عامة من قبل مواني دبي العالمية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وستكون القطاعات الصناعية الرئيسية المستهدفة في المنطقة هي الإلكترونيات والسيارات والسلع الاستهلاكية السريعة التداول بالإضافة إلى الملابس والأحذية اشتركوا في القناة